ومحلية مع المايسترو خاطر اينا معنا نحب برشا الموسيقى وخاصة موسيقى معلومات ماذا بي نزيدنا اسمع معلومات تعالي يعرفوه المستمعين بتاعنا اللي بشي كلمونا عبر التليفون ولا مع نجلو اللي بشي كلمنا برنامج المايسترو برنامج تثقي في اللي بشي تعرفوا عليها على شخصيات كيماريد القلعي ولا شخصيات اخرى فنية قامت فنية في تونس ان شاء الله اللي يسمعوا فينا بشي يستمتعوا معنا وبشي يستفيدوا مننا ان شاء الله تخصح حارانيا اذا قبل ما نزيد نحكي شوي على المايسترو وانت ذكرتني بموضوع هام اولا نحب نشكر الستاف تكنيك اللي معانا هذه الامسية واللي قاعدين يبدوا في مجهودة حلو وممتاز اخونا ايمن لقى في الاخراج التقني وكذلك اخونا ايضا سيف الدين بول عرس محمد سيف الدين بول عرس في الاخراج الرقمي اللي امنوكم هذه الحسة تقنيا شكرا لهم والاخونا احمد ايضا في تمرير المكالمات الهاتفية اذا بالنسبة لمايسترو نحب نرجع ديما ونذكر بما انو برنامجنا جديد رانيا البرنامج متاعنا جديد هو يعني خلينا نبعدوا على اللغة يعني الاكاديمية واللغة يعني العلمية واللغة يعني نحب نحكيو يا اختي سيدا معال مواطن التونسي ومواطن القيرواني يا اخويا نحنا أرينا ديما كنا نمشو الحفلة يعجبنا الفن والاغناء ونخرج وراذين وشايخين ومتفرهدين ولا نسمعوا انتاج متاعه مطرب معين ونقولوا يا شكون المطربة ذاية محله محلى صوته ولا شكوني المطربة الحلوة اكا او لا ايه نقولوا يا محلها محلهها محلى صوتها اما مايقولوا ش شكون لي عزافش على كمانجا ولا شكون اللي عزاف على العود لا خصنا شكون المؤلف لحقيقة ولا المؤلف ولا الملحن المؤلف ديما ما يذكروش المؤلف الملحن يمكن أبرك لكن المؤلف ديما مش معروف ديما كانت تقول مثلا نحكيه على ريضا القلعي لكن مش قولكم مثلا حاجة مثلا تقول محلاها كلمة في فمي تقول تقول خميس سرنات لكن شكول الشاعر شكول الهادي العبيدي فعلا يعني دائما النجم الأول اللي هو في الواجهة هو المطرب بعدين الناس اللي يعني الفئة المهتمة شوية تقول اه من الحان فلان واللي مهتم اكثر يزيد يقول ايه وكلمات فلان زادة لكن فيما مهندس فيما مهندس وفما يعني انشاف دوركيستر فيما اندومينو انشابو اللي هو يقوم بالتنظيف واخراج العمل شفتوا اي من الليجا كي خرجلك العمل التقني شفتوا سيف الدين بولاريسكي خرجلك العمل فيما ايدي فيما ايدي اللي هو الماسترو باش العمل يكون ممتاز وكل عمل جيد وتواسد كلمة ذي وليت نسبيا يعني متداولة اللي يعمل حاجة يقول اوه حتى في دومان اخر يقول هذا كعبارة على مايسترو في دومانه يعني قائد مجموعة قائد فرقة اذا برشة من الذين يعني اعطاوا وقتهم وجهدهم وابداعاتهم في اخراج اعمال فنية حلوة كما الاخوان الرحباني الرحباني يبداعات يظهروا بالحق للفرقة ويبدا يخزر القسامات متاع فيروس ويخزر الجمهور وعلى ذلك يظهر الجمهور ويتفاعل مع الجمهور يقود الفرقة بالتوالي ويقود الفرقة ويقود الفرقة فرقة الماسية احمد فؤاد حسن فرقة الماسية ايضا فرقة كلثوم كان محمد عبدالصالح هو المايسترو جيلس يعني في نفس الوقت يعطي الاشارة من كثرة التمارين والتدريبات والبروفات قليل نسبة الخطأ عندهم مثلا ام كثوم تحب تعاود مقطع يعودوه يعطيهم الاشارة فبالتالي نحن نحب ونشكره كل فنان كل سانع النجوم خطره ذكرة اذا كان هناك نجاح اخفاق اذا كان هناك اي شيء مسؤول عليه مسؤول على الخطوة مسؤول على الانسجام مسؤول على الكرة مسؤول على الاداء الفردي مسؤول على التوزيع الموسيقي كيف يكون العمل ناجح كيف يكون العمل ناجح ونحن بها المناسبة نحب ونحييه كل انسان ناجح في العمل وكل موسيقي نحن كيف نختصه في دوماننا الموسيقى 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 فراق النسائية فراق النسائية ولنا عودة في برنامجكم مع المايستر الموسيقى الموسيقى